أعزائي وحبيبي طلبة وطلبات الصف الأول الإعدادي أهلا بيكم في الأسبوع الثالث وحلقتنا الثالثة من برنامجنا الجميل برنامج عالم الكمبيوتر أو الكمبيوتر وورلد اللي بنتناول من خلاله شرح المقرر مادة الكمبيوتر والتكنولوجيا المعلمات والاتصالات للصف الأول الإعدادي إحنا في الفصل الدراسي الثاني ودي تالت حلقة مع برنامج سكراتش الجميل برنامج سكراتش الجميل اللي بدأنا من خلاله بعد ما تعرفنا على الوجهة بتاعته ودخلنا في العمق على طول مع جيم جميلة لطفاح اللي بتساقط من أعلى الأسفل وبدأنا نقول يا مستر احنا بدأنا نفكر بشكل منطقي ازاي لما نكتب جمل مترتبة بتريقة منطقية واللي سبرايت يقوم بدوره فلما بقى مدير في عملي ان شاء الله اشوفكم كلكم وزراء بترفعوا راية مصر خفاقة على مستوى العالم كل واحد في المجال بتاعه بيخطط ويرسم الإجراءات لكل كاست لكل ممثل لكل موظف معاه بيشارك بنتشارك مع بعض عشان ننجز المهمة بتاعتنا بأكمل وجه نكمل مع بعض اللعبة بتاعتنا حبيبي كلكم في البيت انا متأكد ان كلكم فتحين البرنامج دلوقتي وبتبدأوا عايزين عندكم ايوة شغف شديد علشان نكمل اللعبة بتاعتنا وازاي بالفعل اشوف في الاوتبوت او المخرج النهائي اللعبة بتاعتنا الجميلة وتكون انت حبيبي وانت حبيبتي اللي بانتوها بأديكو في البيت نرجع مع بعضهم نشوف شاشة برنامج سكراتش فاكرين مين معايا يقول لي الشاشة لما كنا بنشتغل اهي بالضبط برنامج سكراتش فاكرين مين نفاكر معايا اخر الحلقة اللي فاتت في الاسبوع اللي فات لما كنا بنبني الجيم انا حفظت طبعا من خلال امر فايل سيف انا مكنتش هنتظر اننا الفاكر معايا في الترمي الاول لما كنا بنقول ايوة فايل واضغط على سيف بالضبط اهو على سيف علشان يعطيني ديالوج بوكسو يقول لي هاتسيف البروجيكت اهو اكبر تاني واقول هاتسيف البروجيكت ايوة هاتسيف البروجيكت الفايل نيم هتعطيه اسم ايه ايوة فاعطيه اسم مثلا وكمان تحدد اللوكيشن او المكان بالضبط اللي انت هتحفظ فيه على الديسكتوب على الفلاش ميموري على البرتشن دي او سي بالضبط انا هحفظ هنا على الديسكتوب واقول ماي بروجيكت واختار امر سيف اللي حصل كده ان انا حفظت على الكلام اللي انا كنت رتبتو الجمل يبقى بمجرد ما انا قفلت برنامج سكراتش جميل رحت لقيت ايوة الفايل اهو على الديسكتوب مكان ما انا حفظت اهو عملت زومين كده اهو اخد ماي بروجيكت الاسم اللي انا عطيته الوقت ما انا بكونت باعمل سيف واخد من فاكر الامر يس الاكستنشن دوت اس بي تو يبقى الاكستنشن بتاع الفايلز بتاعت سكراتش البروجيكت بتاعتي هتبقى اس بي تو يبقى اس بي تو اذا اكستنشن فور الفايل بتاع السكراتش هو ده اللي بيقول لي ان ده فايل سكراتش مشروع تقدر تضغط كليك مين وتقول اوبن ويبدأ الاوبريتك سيستم يفهم من خلال اوبن ان يفتح لك البرنامج الخاص بتاع الملفات ده من خلال الاكستنشن بتاعي اعمل ماكس مايز للشاشة بتاعتي واقول نرجع تاني هلاقي الاسكريبت بتاعي الزومنج صغر كده عندي في اقصى اليمين تحت حد يشوف معايا في الشاشة بتاعت سكراتش اهي في ايكنز زوم ان وزوم اوت علشان ابدأ اعمل تكبير للرؤية في منطقة الاسكريبت اضغط كده يمين اهو اعمل اضغط بتكبر معايا الجمل علشان حبايبي في البيت يشوفوها او انتو في البيت تشوفوها حبايبي في البرنامج بتاعي كمان انا عندي اداة اصلا انا معايا على اللابتوب ببدأ اعمل زومنج عشان ابدأ اركز في منطقة معينة ليه عشان تشوفوها حبايبي في البيت احنا فاكرين في الحلقة اللي فاتت لما بدأنا نبني قلنا ريبيت استخدمت جملة اسمها ريبيت علشان لو حابب يكرر امر معين الامر هو اسحابه تين وركب اسحب نعمل زومنج كده ونشوف حبايبي يبقى برنامج سكراتش في منطقة السكريبت بيقول لي عايز تبني السكريبت للسبرايت الحالي اسحب الجملة وركب جملة تحت جملة او ركب جملة داخل جملة او ركب جملة فوق جملة ايوة بالضبط طب لو الجملتين بعيد عن بعض ما يبقاش سكريبت لو الجملتين بعيد عن بعض ما يبقاش سكريبت اللي سكريبت عشان يبقى سكريبت والسبرايت يقوم بالدور بتاعه في اللي سكريبت ده يبقى فاهم ان جملة متركبة شايفين انا بحابب بس تشوفوا طريقة تركيب اهي الصور الجميلة بتقول لي كده هبدأ اركب كده بعيد عن بعض كده هبدأ اركب اركب جملة تحت جملة ريبيت فور هاو ميني طايم عشر ييس اصحب الجملة طايم لو حابب اركبها داخل الجملة ريبيت يبقى الجملة ريبيت بتقول لي انا اقدر اريبيت getation looping تكرار يبقى انا كمدير مدرسة لو حابب اخد غياب الفصول بتوعه بتوعه الدور التاني كلهم فبدل ما قول طالب يساعدني او موظف وقل له روح خد الغياب اولى اول يروح ياخد غياب اولى اول ويرجع اقل له روح خد غياب اولى تاني ياخد غياب انا ممكن في الاول اقول له جملة واحدة روح الدور التاني واخد لغياب الفصول من واحد لعشرة ريبيت بالزبط كده يبقى ريبيت بتقولي انا اقدر اكررلك تنفيذ عدد هو جملة واحدة لا ادي جملة كمان بعيد ما تبناش الاسكريبت ايه تبنى الاسكريبت اسحب وركب جوه الله بقى الريبيت بتاعتي بتكرر جملتين تلاتة اربعة خمسة زي ما تحب انت الديركتور بتاعنا وانت المخرج اللي حابب تعمل ايه ركب الجمل بتاعتك وشوف انت حابب تعمل ايه كليك مين للجملة اللي مش عايزها ودليتها على طول سيتل واي تو زيرو حملت سيتل واي تو زيرو وقلت ريبيت تعالوا نشوف اصفر التنفيذ الجملة دي لو انا ضغطت انا دلوقتي في اي اسكريبت عندي لو ضغطت على الجملة الاولى هتنفذلي الاسكريبت كامل الاسكريبت مكون من جملتين ريبيت فور عشرة تايمز يس تين تايم انت سيتل واي تو هيكرر لي سيتل واي تو زيرو يس كام مرة عشرة مرات هدغط ريبيت وبعدين بقى طب اسحب الاسكريبت بالضبط فوق كده واضغط على ريبيت كام مرة اعملها مرة واحدة اما الفين العشرة دول يا مستر حبيبي افهم سيتل واي بتعمل ايه بتعمل assignment تحديد لقيمة لل واي كام زيرو المرة الاولى بقت زيرو طب المرة التانية ما هي زيرو سابتة هي والمرة التالتة زيرو سابتة هي اتنفزت بالفعل العاشر مرات لكن انا عيني ما شافتش غير مرة واحدة لان التسع مرات الاخروات بقت بتخلي location هو هو ال واي بزيرو فما بنشي اثر لتحريك الكائب بالضبط فكر فين الخطأ استنتج تحل ازاي رتب جملك تبدأ تعمل برمجة تبقى مبرمجة علامية على طول ولا اي حاجة نرجع مواده ونقول انا دلوقت يا مستر عرفت ان انا في غنى عن اننا نحتاج جملة سيت ال واي كليكي من حبيبي وديليت على طول وروح لجملة عندي في الموشن اهو اكبر حبيبي اروح للاسكريبت واه اي كاتجوري الموشن الخاص بالحركة وانزل اختار الجملة الخاصة بي change ال واي باي how many yes change ال واي باي وبيعطاني هركبها طبعا جوا تحت ربيت عن جربها تحت ربيت واقول change ال واي باي عشرة عشرة كل مرة في العشر مرات دي change ال واي باي هيغير ايوة انا عايز اشوف اثر التحريك بقى يلا مع بعض نقول يلا نتجرب كده ونشوف ايدي انا هسحب اللي سبريت بتاع التفاحة الجميلة فوقها اي وابدأ اضغط على repeat عشان يتنفذ السكريبت كامل ضغطت على repeat ايه اللي حصل اللي حصل اني طب ننزل التفاحة تاني ونشوف كمان مر ركز معاي repeat اللي حصل ان التفاحة صعدت لأعلى بس مرة واحدة يا مستر بقى لو سمحت يا مستر حد بيركب change ال واي بعد ما repeat انتهت جوة repeat يا مستر مين صلح للمستر مين حبيبي اللي فاهم change ال واي باي عشر مرات عشر steps كل مرة هيتغير location ال واي الاحداثي الرأسي ال vertical للكائن الحالي كم مرة عشر خطوات هيتكرر كم مرة عشر مرات ينهر ابيض يبقى انت هتغير لي انت اللي في البيت حبيبي هتفكر تعال نضغط على repeat الله الله طب كمان مرة repeat الله الله عشر مرات كل مرة طب نخليها كل مرة بعشرين steps ونقول repeat ننزل التفاحة تحت ونقول نضغط على repeat كده ال script ونقول نفذ اه صعدت كم مرة عشر مرات ايه اللي عرفني repeat بتقول لي كده التفاحة سعدت عشر مرات ولو غيرت يتغير طيب سعدت عشر مرات في المرة الوحدة كل مرة for each time كل مرة في repetition في looping اللي هتنفذ one statement جملة واحدة ايه هي change y by 20 step ما احنا قلنا المخرج كان عارف ابعاد ال stage قال كده الزيرو هنا الرأسي في center بتاع stage لما بالموجة يقع للفوق والسالب ينزل بتاعت تعالوا نغير خلينا نقول ان العشرين دي هنخليها سالب عشرة من الكيبورد وارجع للشكل بتاعي واخد الابل بتاعتي واخليها هنا واقول repeat اللي حصل المرة دي اتنف مين يترجم مين بقى مبرمج مين بقى كمبيوتر مين ان هقدر يقدر يقول لي يقرى السكريبت ويقول لي قبل ما السكريبت ده يا مستر يتنفذ اقدر اقولك ايه اللي يتم انا يا مستر شفت بعيني جملة اسمها set el y انا واثق ان الجملة دي اللي ما تتنفذ ال y الحداثي الرأسي للكائن المحدد الابل او الكات ايه او التري او الشجرة هيبقى كذا هيتغير لكويمة سبت ده دي set طب و change لو عملتها اكتر من مرة يا مستر من خلال جملة repeat انا هقدر اقولك كم مرة من خلال الكويمة فوق في repeat تقول لي كم مرة طب وفي المرة الوحدة for each time للمرة الوحدة في repeat اللي هيتم عدد الجمل اللي داخل مقطع repeat كم جملة موجودة انا عندي جملة واحدة يبقى يتنفذ امر واحد بس الامر ده مفاده ايه بيعمل ايه بيمكيج بيغير لون بيغير location بيغير كلام بيغير مشهد هو ده اللي حسب الجملة ما هم نشوف نرجع مع بعض ونشوف ونقول بتغيير الكيم انا بدأت اتحكم في location ال y بتاع القبل ادي اول خطوة انا يا مستر محتاج ال repeat يبقى كم بقاء ده انا عايز على طول يا مستر على طول على طول من غير عدد محدد من المرات ايوة يا مستر لو سمحت ممكن طب تعالوا نجرب الاول ونشوف انا عايز اغير location ال y الاول بكام خليها خليها بسالة وعشر زي ما احنا قلنا عشان يبقى من فوق لتحت طيب يبقى repeat هنا بتقول اقدر اكرر لك عدد مرات محدد انت عايز تكرر عشر مرات استخدم repeat عايز تكرر عدد لا نهاء لا نهائي لا نهائي من المرات اجري اجري طبعا نيزلك يا مستر ممكن لو سمحت احنا بقى احنا فهمنا انت جبت الجملة دي منين من control ولما ضغطت على control كتجري ظهرت لك repeat احنا على فكرة يا مستر ممكن دلوقت فهمنا ان repeat كمقطعه بس بيطلب عدد محدد مال forever yes forever looping repetition ولكن عدد لا نهائي من المرات يبقى انا فهمت دلوقتي في حصيل التعلوم لسكراتش جملتين جمال جدا جدا في تكرار تنفيذ الاوامر repeat for how many time انا اللي بكتب الكويمة هنا او forever drag and drop لforever ونشوف مع بعض ايه اللي هيتم هعمل drag and drop اهو drag and drop اهو بدخل على منطقة yes على منطقة السكريبت اهي forever هتركب لا مش عايز اركب انا محتاج الغي repeat يبقى ارجع تاني كده واقول هضغط على الجملة اللي عايز اسحبها للمحتاجها وركبها كده ركبتها كده ركبتها طب اضغط على ال repeat وكليك مين واختار delete طيب اركب فين يا مستر اركب change 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 why buy سلب عشرة how many time forever عدد لا نهائي انت بتقول لي يا مستر ممكن اشوف اثر الموضوع ده نشوف حبيبي اه دي القابلة هاي طلعتها فوق هاي وضغطت على forever يلا نضغط على forever ضغط على forever نزلت اتنفذ الامر كم مرة عدد لا نهائي من المرات وكده وانتهى ابدا ابدا ما انتهاش يعني ايه ما انتهاش معدد لا نهائي يعني ايه يا مستر مانا مش شايف التفاحة بتنزل عفوا لا يا حبيبي ايه التفاحة بتنزل التفاحة بتنزل فين يا مستر ده انا شايف التفاحة هاي اسحب التفاحة وصيبها كده اهي طب كمان مرة اسحبها وصيبها كده بتنزل قال الله الله التفاحة هاي يا مستر اهي انا شايف قال الله الله طب اعمل full screen يا مستر بعد اذنك انا عادي اشوف التفاح يا مستر تب اسحبها كده دراج ليه مش بيدراج يا مستر ليه مش عايزة تدراج يا مستر نضغط على stop ونرجع تاني ريتين للسكراتش ونقول فاكرين مين فاكر ان نقدر نغير الانفورميشن بتاعت السبرايت من الانفو واقول كان دراج ان بلاير نو ما ينفعش ولذلك لو عامت فلسكرين في البلاير معرفتش اسحب الابل لكن لو ضغطت وعملت تشيك لكان دراج ان بلاير وارجع تاني واعمل تشغيل السكريبت بتاعي شغلت السكريبت واعمل فلسكرين يلا نعمل فلسكرين مع بعض فين الابل تحت يا مستر اعمل دراج كده وجرب عمل الدراج معايا دروب يا مستر نزلت التفاح اسحب يا مستر سيب هنا يا مستر يبقى فوريفر شغال او لا لا فوريفر شغال الدليل اهي انا بمجرد ما بسحب التفاحة وتركها مكانها لما سحبتها وغيرت الواي بتاعتها وستها تشينج الواي باي لما غيرت الاكس بتاعتها ملهاش دعوة تشينج الواي باي كمان مرة لما غيرت الواي بتاعتها تشينج الواي باي كم مرة فوريفر عدد لا نهائي من المرات ستوب ارجع فهمت يا مستر كده ارجع تاني اللي سكراتش بتاعي الجميل واقول ستوب وكده عرفت ان الجملة بتاعتي فوريفر بعدد لا نهائي من المرات طيب هو انا ايه اللي محتاجه دلوقتي محتاج يا مستر لما التفاحة دي تختفي عندي بعد اذنك يعني لو سمحت ممكن تفاحة تانية تظهر ممكن ولا اي حاجة هعمل شو هيد وابدأ اظهر تفاح طب لو اللعبة بتاعتك شغالة ربع ساعة تلت ساعة محتاج كم تفاحة تتساقط من اعلى الاسفل مين رافع ايده شايماء اتفضلي يا شايماء طبعا ممتازة كلنا نساقف لشايماء ممتازة يا شايماء بالضبط نرجع تاني حبيبي ونقول زميلتنا شايماء هنا قالت ايه ايه رأيك يا مستر لو احنا قلنا ان كل مرة لما بتنزل التفاحة بجملة تشينج الواي باي سالب عشرة او سالب خمسة او سالب اربعة نختبر ونتحقق ونقول والله يا تفاحة هانم وانت بتنفزها كده كالتر خيرك عمالة تنفزي لكن لما توصلي ده ده اللي سبرايت كلامي انا كمخرج لللي سبرايت بقوله كده والله لما توصلي للاحداث الواي كذا يعني اختفت من على الستيج غير اللوكيشة بتاعك واي وتبقي فوق تاني انت من نفسك ينهر ابيض اقدر اعملها تعالوا انجر نشوف هل هو مستحيل ولا ممكن نشوف مع بعض عندي اولا اتعرف على الاحداث اللي الصادد الوقتي الحالي لما التفاح اختفت اروح اقصى اليمين عشان اقرأ الاحداث الواي الاقي الواي هنا بكام سالب مية ستة وتسعين الاحداث دي لما انا كنت بسحب التفاحة فوق كان بالموجب وبعدين نزلت 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 بقى بالصفر وبعدين نزلت بقى بالسالب لما وصلت سالب مية ستة وتسعين نهاية الاستيج الرؤية بتاعة المتفرجين المشاهدين للمسرحية مش شايفين التفاحة تنزلت اكتر من كده فانا ضمنيا كده كمخرج هعمل خدعة واقول والله يتفاحة اول ما يبقى الاحداث الواي بتاعك سالب مية ستة وتسعين سالب مية ستة وتسعين اطلعي فوق تاني بموجب مية ستة وتسعين ويبقى تجيب اللي استيج من فوق تاني من اقصى ايوة فوق من اقصى النورس فوق في الشمال تمام اعلى الشاشة وبعدين كل مرة لما توصلي لتحت يطلعي فوق تاني ولما تطلعي فوق اتشينج الواي باي سالب عشو جميل جدا ايه رأيكم نجرب مع بعض ايه الجملة اللي يتخليني اختبر لو في اللغة العربية لو في اللغة العربية اذا في اللغة الاجنبية في جملة سكراتش الجملة اللي موجودة جاهزة if if وضع condition شرط اختبر الشرط ان كان true فبقول مثلا لو باللغة العربية اذا كان معي ما يكفي لسافري لفرنسا باي اير بالطيارة اتفضل يلا سافر لو ما كانش معايا تكلفة خلاص بلاش سافر السنة دي معايا تكلفة نقدية اسافر للسعودية اعمل عمرة ييس يلا تفضل سافر وعمل عمرة no مش معايا اجل الرحلة للسنة الجاي if condition شرط ان كان نتيجة الشرط دا true then نفز if false او if false اسف if false لو لا خلاص اطلع برا البلوك بتاع if دا تعالوا شوف جملة if من الكاتوجري اللي اسمها control يبقى انا فهمت دلوقتي من خلال الكاتوجري بتاعت control اهي احنا استخدمنا بعض جمل من الموشن وروحت على control استخدمت من control repeat for how many عدد محدد ايوة او forever عدد لانهائي او الجملة الجميلة اسمها if then plug جديد اهو اسمه if then اهو if then yes عملت drag and drop وبعدين تعالوا نجرب كده if then دي عايزة من ايه بتقولي condition هيتركب هنا والجمل اللي هتتنفذ في حالة true هتتركب هنا والجمل اللي هتتنفذ في حالة false هتتركب هنا ادي if الجميلة جملة if statement موجودة جهزة انا ما كتبتش انا عملت drag and drop اروح على كاتجوري جديدة بتقولي الoperators اه الoperators بتقولي انت محتاج تعمل شرط ايه equality operator انت محتاج تساوي شيء بشيء او comparison operator greater than or less than انا محتاج ال equality operator yes ليه عايز اقول والله لو الاحداث الواي للسبرايت الحالي equal القيمة كذا ايوة لو true هي دي فهمت رحت على الoperator category وانزلت سحبت اي جملة من الجملة انا محتاجها عندي جملة جدير هنتعرف على وحدة وحدة في وقتها انا دلوقتي اخترت من comparison operator المقارنة equality operator رحت على equality operator وبين شكله القائمين على سكراتش قالولي خلي بالك ما تعرفش يتركب هنا هنا ده comparison operator لهما كان لهما لهما اجين اجين شفنا منطقة فين اهي لو تركت الoperator هنا ولا له اي فايدة ولا هيتنفذ تركت الoperator هنا ولا هيتنفذ ولا له اي اهمية ترك ركب ركبت الoperator هنا الله عليكم حبيبي استنتجتم معايا انا بقليكم امتين اساوي بينهم ويكون ده الcondition بالنسبالي if الcondition ده لو عطاني true هيذن هينفذ الجمل اللي هنا لو force هيطلع برا تعالوا مع بعض ونشوف انا محتاج اي يا مستر انا محتاج if لو ايه لو الcondition true ايه هو الcondition لو الواي بتاعة السبرايت الحالي ها وصلت بقت اصبحت equal يساوي سالب 196 ايوه طلع حالي فوق تاني شكرا انا كده عرفت ابني الجمل بتاعتي ايه الجملة اللي تقول لي تخليني استعلم استعلم عن الاحداث السيني والصادي اروح على الكاتوجري في الاسكريت تسمعها motion وانزل تحت تحت خالص جملة بتقول لي اهي الex position الحالي current y position الحالي اسحب current y position واروح على السكريبت بتاعي اضع ال y position ها انا عندي الoperator equality operator بيقارن تساوي ما بين قيمتين القيمة الاولى y position drag and drop بدأت شكل ها مين شايف معايا بدأت جملة f تبقى جميل ادي y position equality ضغط على المكان الايمن وكتبت سالب 196 وقلت والله لو true ايه ايه لا هيحصل change ولا set اروح على set set ال y to ركبتها في الجملة لو كانت true to كان موجب 196 ولو كانت false اسحب change وركبها تحت change y باي سالب 10 وكل ده يتركب في forever عشان يبقى looping نقرأ ال script قبل ما تنفذ forever عدد لا نهائي من المرات اللي هتنفذ كل مرة f جملة f هتختبر هل y position للكائن وصل سالب 196 90 لا اطلع برا change y باي سالب 10 نزل التفاحة نزل التفاحة نزل التفاحة لغاية ما وصلت لسالب 90 عطاني true هاي set y 2 هنتكلم ليه ما نشوف الاصر على طول مع بعض اهو يلا forever ضغطت على forever للتفاحة full screen للتفاحة يا نهر ابيض التفاحة نزلت من فوق نزلت كل مرة تختبر هل انت وصلت لسالب 96 طول ما هي هنا كده تمام طول ما هي هنا كده انا موقف التفاحة بايدي هاي طول ما هي هنا عمال يقول لها no لا false ما وصلتش لسالب 96 بقوله انزل 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 لحين ما توصل لسالب 96 يروح مرجحة تاني عند true انا تركت تفاحة شايفين حبيبي انا لما ركبت الاسكريبت بتاعي انا اللي رتبت الجمل بتاعتي حبيبي معايا حبيبي معايا ركبنا الجمل بتاعتنا بطريقة منطقية حبيبي لما جينا نفكر عشان نعمل اللعبة حددت الاسبرايت وبدأت اقبني الجمل اخترت جملة بالخطأ مفيش مشكلة try حاول تاني ورتب جملك صح شوف ايه الجملة المناسبة ما انتش عارف انت تقدر تستخدم المساعد الهلب ييس بتاع البرنامج وتضغط بالهلب اداة استفهام كويت شمار كده على كل جملة من الجمل اللي المستر لسه ما تناولهاش وابدأ اسبأ المستر وحضر للدرس القادم وقول اقدر يا مستر اغير ازاي في الاحداث السين والصدي بالزبط كده انا وصلت ان انا ركبت سيناريو ركبت سكريبت للتفاحة وقلت لها يا تفاحة اعملي كذا ثم كذا واختبري ولو كان نتيجة الاختبار true نفذي ولو كان نتيجة الاختبار false نفذي انا هنا دلوقتي بقيت ال director بقيت المخرج للمصرحية بتاعتي او اللعبة الجميلة ان شاء الله على امل اللقاء معاكم في حلقات قادمة نكمل مع بعض على خير الجيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته